دكتور ممكن سؤال أخير؟ نعم تفضل سؤال أخير تفضل يعني والعاذ بالله لو فيه إنسان عاصي أو كده فهل بالنسبة للعذاب القبر هل يستمر هذا العذاب إلى أن تقوم الساعة؟ نعم ويمكن بفضل الله ورحمته من دعاء النسلي أو بسلامهم عليه أنه يتم تخفيف هذا العذاب؟ نعم أخي الكريم ما يتعلق بعذاب القبر طالما أنه من المسلمين يرجى له خيرا المسلم يتصور منه الوقوع في المعصية ولكن رحمة الله عز وجل الواسعة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على قبرين فقال إنه ما يعدباني وما يعدباني في كبير أما حدوما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستبر من البول ما ورد في هذا الحديث فهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يطلع على ما لا يطلع عليه أما بالنسبة المؤمنين فنحن نرجو لهم خيرا وكل مؤمن كل مسلم نرجو له بأن حفرته هي باب من أبواب الجنة وأنه ينعم فيها فالله عز وجل قد وعد للمتقين خيرا فنرجو لهم الخير ونرجو لهم السعادة ونرجو لهم أنهم سعداء في قبورهم طالما أنهم ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد ورد في حديث المعروف عند المحدثين بما يسمى حديث البطاقة الإنسان يكون قد وقع في معاصي كثيرة فتوضع في كفة وحسناته قليلة في الكفة الأخرى فيقال له هل عندك من حسنات أخرى فيقول لا يا رب فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فيؤتى له فيقول وماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السيئات فتوضع هذه البطاقة في كفة حسناته فتطيش الكفة التي فيها السيئات فإن الإنسان إذا مات على العقيدة والتوحيد فإنه يرجى له خير فلا تنظرون إلى أخوان الذين قد توفوا على معصية بأنهم لا يرجى لهم خير إن شاء الله رحمة الله عز وجل الواسعة والله عز وجل مسماهي الرحمن الرحيم